اهلا بكم حبايبي تلميذ الصف الرابع في كل درس من دروس الرياضيات بيكون عندنا مجموعة تساؤلات عايزين نوصل لإجابة لها عايزكم تسألوا نفسكم إزاي معرفتنا بالضرب والإسمة بتساعدنا في حل المسائل وإزاي ممكن نستخدم معرفتنا بالقيمة المكانية في الضرب والإسمة بطريقة فعالة أكتر النهاردة في الدرس الـ 14 خوارزمية الإسمة المعيارية هنجاوب على التساؤلات دي أكيد فاكرين إننا اتدربنا على الإسمة في الدروس اللي فاتت بأكتر من طريقة زي مساحة المستطيل والإسمة بالتجزئة والنهاردة هنكمل على اللي وصلنا لي ونتعلم إزاي نقدر خارج الإسمة باستخدام القيمة المكانية والأنماط في عمليتين الضرب والقسمة وإزاي هنستخدم الخوارزمية المعيارية لحل مسائل الإسمة وكمان نستخدم استراتيجية تقدير الحل تعالوا في البداية لأن التقدير وسيلة فعالة لمساعدتنا على تحديد إذا كانت الإجابة معقولة ولا لا وده نفس اللي هنعمله في بداية جزء استكشف اللي موجود في الكتاب عندنا في صفحة 314 تعالوا نفتح الكتاب ونشوف مطلوب مننا إيه في النشاط بتاع لعبة التقدير اللي موجود في جزء استكشف مطلوب مننا نحط دايرة على التقدير المناسب لمسائل الإسمة اللي محلولة قدامنا هسيب لكم وقت تفكروا في التقدير الأنسب لأول مسألتين وتحطوا دايرة عليه ولما ترجعوا نتناقش مع بعض لما سألت تلاميذي في الفصل كتير منهم وهو بحل فكر في أنه يقرب العدد المقسوم وفيه منهم اللي استخدم استراتيجية من اللي درسناهم قبل كده زي الإسمة بالتجزئة علشان يحسب أقرب حل لخارج الإسمة زي أول مسألة بيقول لي حل خارج إسمة 1836 على الثلاثة أقرب للستين ولا الستمية لو قدرنا المقسوم هنلاقيه قريب جدا من الألفين اللي هو الالف تمنمية ستة وتلاتين هنلاقي المقسوم ده قريب من الالفين طيب إحنا عايزين نختار ما بين ستين وستمية يعني هنكرر التلاتة ستين مرة ولا ستمية مرة لو قررناه مثلا ستين مرة يعني هندرب التلاتة في ستين هيكون الناتج كم؟ الناتج هيكون مية وتمانين وده بعيد جدا عن الألفين يبقى المنطقي إن الإجابة هتبقى أقرب للستمية فإحنا هنحط دايرة على الستمية في المسألة التانية بيقول خارج إسمة سبعة تلاف مية تمانية وخمسين على تلاتة أقرب للألفين ولا للتلات تلات سواء قربنا أو حلنا بالتجزئة هنلاقي الألاف فيها سبعة اللي هي دي فإحنا هنقسم سبعة تلاف على التلاتة وطالما إن السبعة مش مضاعف للتلاتة هندور على أقرب مضاعف للتلاتة ويكون أصغر من السبعة هنلاقيه الستة لإن اللي كنين في تلاتة بتساوي ستة وبما إننا بنقسم سبعة تلاف يبقى أنسب مضاعف للتلاتة اللي ممكن نستخدمه هو الستة تلاف واللي خارج إسمته على التلاتة هيكون ألفين وبالتالي خارج إسمة السبعة تلاف مية تمانية وخمسين على التلاتة هيبقى أقرب للألفين مش للتلات تلاف وبالتالي هنحط دايرة على الألفين وفي رقم تلاتة هنلاقي إن الناتج الأقرب هيبقى ميتين مش مية وتقدر تتأكد بنفسك وفي رقم أربعة هنلاقي إن الناتج هيبقى قريب للمية وعشرين مش المية وخمسين وكمان تقدر تتأكد من خارج الإسمة دا لما تقسم ربعمية واحد وتسعين على إلا أربعة تقدروا تستخدموا أي استراتيجية من اللي حلنا بيهم علشان توصلوا للنواة جديدة بعد معرفنا إزاي بنقدر خارج الإسمة علشان يكون عندنا تصور مناسب عن الناتج اللي هنحسبه وقد إيه يعتبر الإجابة مقبولة ولا لأ هنروح للجزء الأول من تعلم ما أوجه التشابه اللي موجود في كتابنا في صفحة 314 ونحاول نقدر الناتج وبعدين نحسب الناتج الفعلي باستخدام الرسم تعالوا علشان نستخدم الرسم تعالوا نحل أول مثال على الصبورة هنلاقي أول مثال عندنا في الكتاب عايزين نقسم 68 على أربعة طبعا هنحاول نقدر الناتج وهنلاقي أن التقدير بتاع خارج الإسمة هيكون ما بين العشرة والعشرين لأن العدد 68 ده ممكن نقدره ونخليه 60 أو نقربه لسبعين ولو استخدمنا مضاعفات الأربعة هنلاقي أن المقسوم عدد محصور ما بين مضاعفات الأربعة اللي هي 40 و 80 يعني خارج الإسمة عدد محصور ما بين العشرة والعشرين يعني نقدر نكتب له هنا كده أن خارج الإسمة سيكون بين العشرة والعشرين طيب تعالوا بقى نحسب دلوقتي الناتج الفعلي باستخدام الرسم السريع بما أننا بنقسم على أربعة يعني المقسوم عليه أربعة هنرسم أربع دوائر علشان نقسم عليهم العدد ده وطبعا علشان العدد المقسوم 68 يعني عندنا 6 أعمدة عشرات و 8 أحات هنبدأ نوزح أعمدة العشرات اللي همها الستة على الدوائر بالتساوي يعني هنحط في كل دايرة عمود من أعمدة العشرات تمام كده؟ طيب هيتبقى معنا عمودين من العشرات وده مش هينفع نقسمه على الأربعة دوائر طيب لأننا بنقسم على الأربعة دوائر مش هنقدر بنقسم عليهم اللي اتنين دول فهنعيد تسميتهم يعني هنعيد تسميتهم هنفككهم هنخليهم أحد طيب لما يبقوا أحد هيبقوا كام؟ هيبقى معانا عشرين وحدة العشرين وحدة اللي معانا هنجمع عليهم التمانية اللي كانوا في الأحد يبقى مجموع الأحد كده تمانية وعشرين والتمانية وعشرين اللي يبقوا موجودين في الأحد دول تعالوا نوزعهم على الأربع دوائر بالتساوي يعني هنرسم في كل دايرة سبعة أحاق كده السمنة التمانية وعشرين على الأربع دوائر كل دايرة موجود فيها سبعة أحاق يبقى المجموع بتاعنا سبعتاشر وحدة في كل دايرة السبعتاشر اللي موجودين في كل دايرة دول هو ده خارج الإسمة الفعلي وهنلاقي بالفعل إن السبعتاشر محصورة ما بين العشرة والعشرين زي ما قدرنا في البداية يعني نقدر نقوله كده إن الناتج الفعلي هيبقى سبعتاشر طيب دلوقتي هنركز على خورزمية الإسمة المعيرية يبقى لازم نعرف خطوات الاستراتيجية واللي هنكتبها دلوقتي على الصبورة والخطوات دي هنقررها على طول الخطوة الأولى كتابة المسألة الخطوة الثانية هنعمل عملية الإسمة الخطوة الثالثة هنعمل عملية ضرب والخطوة الرابعة هنعمل عملية طرح اللارب مع خطوات دول عايزين نحفظهم ونركز فيهم كويس علشان هنكررهم في كل مرة طيب علشان نقسم تمانية وستين على أربعة هنبدأ بكتابة المسألة بالشكل ده اللي احنا بنسميه الشكل المعياري هنا تمانية وستين وهنا أربعة المقسوم اللي هو التمانية وستين تحت الخط والمقسوم عليه اللي هو أربعة على يسار الرمز اللي عندي بتاع الإسمة والناتج هنبقى نكتبه فوق طيب كويس قوي الخطوة الأولانية كتبنا المسألة الخطوة الثانية هي الإسمة هنبدأ بأعلى رقم أو بأكبر قيمة مكانية بالنسبة للمقسوم وهو اللي موجود عندي في رقم العشرات اللي هو الستة الستة لما نقسمها على الأربعة يعني الستة فيها كام أربعة طبعا عارفين إن الستة فيها أربعة واحدة وهيتبقى منها اتنين يبقى خارج الإسمة هيكون واحد وده هنكتبه فوق الخط ومش هنكتب الباقي دلوقتي وقبل ما نعمل عملية الضرب لازم ناخد بالنا إن الواحد اللي كتبناه في خارج الإسمة ده في العشرات يعني قمته بعشرة يبقى لما نضرب العشرة فاربعة الناتج هيكون أربعين وهنكتب الاربعين دي تحت التمانية وستين ونعمل الخطوة الرابعة هنضرب الواحد ده اللي هو بأعشرة فاربعة هيدينا أربعين ونعمل الخطوة الرابعة اللي هي الطرح لما نطرح تمانية وستين ناقص أربعين هيدينا تمانية وعشرين طب بعد ما خلصنا الخطوة الرابعة اللي هي الطرح هنعمل إيه؟ هنعيد نفس الأربع خطوات مرة تانية بس طبعا الخطوة الأولى اللي هي اكتبت المسألة المسألة مكتوبة يبقى نخش الخطوة التانية على طول اللي هي الإسمة الإسمة وبعدين الضرب وبعدين الطرح ونبدل نقرر الخطوات دي لحد ما العدد المقسوم يخلص تماما يعني يتوزع بالكامل وما بيبقاش عندنا باقي للإسمة أو يكون الباقي اللي هيبقى فاضل أصغر من المقسوم عليه يعني ما ينفعش نوزعه بالتساوي تاني زي ما حصل مع عمدة العشرات في طريقة الرسم السريع طيب تعالوا نرجع للمقسوم اللي هو التمانية وعشرين التمانية وعشرين بالنسبة لنا هو ده المقسوم الجديد ما تنسوش أول خطوة في الإسمة بدأنا بإسمة العشرات يبقى لما نعيد الخطوات من جديد هنقسم دلوقتي الأحاد والعدد اللي باقي معانا التمانية وعشرين دول في الأحاد يعني تمانية وعشرين وحدة هنقسمهم على الأربعة لما نقسم تمانية وعشرين على الأربعة هيكون الناتج سبعة والسبعة هنا هنكتبها في الأحد وندرب بعد ما أسمنا هندرب السبعة فاربعة هتبقى بتمانية وعشرين وبعد ما ضربنا نعمل للخطوة الرابعة وهي الطرح لما نطرح تمانية وعشرين مواقس تمانية وعشرين الناتج هيكون صفر ويبقى كده العدد المقسوم خلص وتكون المسألة بتاعة الاسمة اتحلت وخارج الاسمة هو السبعة عشر نفس الناتج اللي احنا طلعناه لما استخدمنا الدواير في الرسم السريع تعالوا نأكد على اللي فهمناه ونحل رقم اتنين في رقم اتنين عايزين نقسم 457 على 3 تعالوا نكتب المسألة طبعا هنستخدم الرسم السريع ونقدر نتحقق من التقدير بما اننا بنقسم على التلاتة يبقى هنرسم 3 دواير ولان العدد المقسوم 457 يعني عندنا اربعة في المئات يعني اربع مربعات للمئات وخمس اعمدة عشرات وسبع وحدات هنبدأ نوزع مربعات المئات لكل دايرة هنحط في كل دايرة مربع مئات يبقى هنا هنحط مربع مئات وهنا مربع مئات وهنا مربع مئات التلات مربعات اللي احنا قسمناهم على التلات دواير هيتدق معانا مربع واحد للمئات لما نيجي نوزع اعمدة العشرات على الدواير هنلاقيهم خمس اعمدة وباقي معانا مربع مئات هنفكوا لعشر عشرات يبقى الإجمال معانا في العشرات 15 عشرة والخمستاشر دي من مضاعفات التلات هنوزعهم على الدواير يعني هنحط في كل دايرة خمس اعمدة عشرات تعالوا نشوف دلوقتي هنوزع السبعة أحد على التلات دواير طبعا هنرسم في كل دايرة اتنين من الأحد وهيتبقى واحدة واحدة مش هقدر أوزعها هسيبها برة الدواير يبقى هنا اتنين وهنا اتنين وهنا اتنين وهيتبقى واحدة برة مش هقدر أوزعها اللي هي باقي عملية الاسمة أما خارج الاسمة هنشوف كل دايرة فيها كام هنلاقي فيها مية وهنا عندنا خمس عشرات واثنين أحد يبقى مية اتنين وخمسين وده خارج الاسمة الفعلي اللي نقدر نكتبه بالشكل ده طيب فعلا المية اتنين وخمسين هنلاحظ ان هي محصورة ما بين مية وميتين لو احنا قدرنا في البداية دلوقتي تعالوا نحل المسألة باستخدام الاستراتيجية المعيارية هنكتب المسألة بالشكل ده ونكتب هنا ربعمية سبعة وخمسين وهنا التلاتة وهنكتب الناتج فوق الخط هنبدأ بالخطوات اللي احنا متعودين عليها كتابة المسألة كتبناها الخطوة التانية الاسمة هنبدأ بأعلى رقم في القيمة المكانية بالنسبة للمقسوم وهو رقم المئات اللي على الشمال وهو الاربعة هنقسم الاربعة على التلاتة الاربعة فيها كم تلاتة؟ عارفين ان الاربعة فيها تلاتة واحدة وهيتبقى واحد يبقى خارج الاسمة واحد هنكتبه فوق الخط وقبل ما نعمل عملية الضرب لازم ناخد بالنا ان الواحد اللي كتبناه ده خارج اسمة المئات يعني قمته بمية لما نضرب المية في ثلاثة هيدينا تلتمية التلتمية هنكتبها تحت العدد بتاعنا ونعمل الخطوة الرابعة اللي هي الطرح هنطرح ربعمية سبعة وخمسين ناقص تلتمية هيكون الناتج بتاعي مية سبعة وخمسين وبعد كده هنبدأ بنفس الخطوات تاني اسمة وبعدين ضرب وبعدين طرح المية سبعة وخمسين بالنسبة لنا هو المقسوم الجديد فاكرين اننا في اول خطوة في الاسمة بدأنا باسمة المئات يبقى لما نعيد الخطوات من جديد هنقسم العشرات طب العدد اللي باقي معانا مية سبعة وخمسين فيه كم عشرة هناخد رقم العشرات ورقم المئات زي ما تعلمنا قبل كده اللي هم دول يعني عندنا خمستاشر عشرة لما نقسم الخمستاشر على التلاتة الناتج هيكون خمسة الخمسة هنكتبها هنا وقبل ما نضرب عايزين نعرف حاجة الخمسة دي في العشرات يعني بخمسين لما نضرب الخمسين فيه تلاتة هيدينا مية وخمسين ونعمل الخطوة الرابعة وهي الطرح لما نطرح مية سبعة وخمسين ناقص مية وخمسين هيدينا سبعة هنعيد نفس الخطوات من جديد اللي هي الاسمة بعدين ضرب وبعدين طرح هنقسم المرة دي الأحاد اللي هو السبعة اللي ما فيش غيرها السبعة على التلاتة يعني السبعة فيها كم تلاتة؟ فيها تنين وهيتبقى واحد يبقى اللي اتنين هنكتبها في الناتج ونضرب اللي اتنين في تلاتة بستة ونعمل عملية طرح هيتبقى معانا هنا واحد وهو ده خارج او هو ده باقي الاسمة يبقى نكتب كده ان خارج الاسمة هيبقى مية تنين وخمسين والباقي هيكون واحد نفس الناتج اللي احنا طلعناه لما عملنا عملية الرسم السريع تقدروا دلوقتي تطبقوا اللي فهمتوه عن خوارزمية الاسمة المعيارية في حل مسائل الاسمة في الجزء التاني من تعلم اللي موجود في صفحة تلتمية وخمستاشر هسيب لكم وقت تحلوا رقم اتنين ولما نرجع نشوف حلتوها ازاي والنقشة مع بعض بعد ما رجعنا تعالوا نحل المسألة مع بعض عايزين نقسم 778 على اتنين زي ما احنا متعودين هنكتب المقسوم بالشكل ده والمقسوم عليه على الشمال بالشكل ده هنبدأ نقسم المئات اللي هي سبعة على الاتنين الناتجة يكون تلاتة وبعد كده اعرف ان التلاتة دي في المئات بثلتمية هنضربها في الاتنين يبقى بثلتمية وبعد كده نعمل القطوة اللي بعد كده اللي هي الطرح لما نطرح 778 ناقص 600 هيدينا 178 وبعد كده نرجع نقسم من جديد لان المقسوم عندنا بقى 178 زي ما عملنا في المساء اللي فاتت هنبدأ من اول رقم العشرات اللي هو السبعتاشر السبعتاشر دي عايزين نقسمها على الاتنين الناتج هيكون تمانية هنكتب التمانية هنا واعرف ان التمانية دي بتاعة العشرات يعني بتمانين فلما نضربها في الاتنين هتكون بمية وستين ونعمل عملية طرح لما نطرح هيديني هنا 18 والتمنتاشر لما نقسمها على الاتنين اللي هي المقسوم الجديد لما نقسمها على الاتنين هيكون 9 والتسعة نكتبها في الاحد ولما نضرب التسعة في اتنين هيدينينا 18 ولما نطرح هيبقى مسألة الطرح كده خلصت يعني باقي الاسمة صفر ما فيش باقي ويكون الناتج بتاع المسألة عندي تلتمية تسعة وتمانين تقدروا تحلوا باقي المسائل بنفس الطريقة بعد ما درسنا الاسمة بأكتر من طريقة نقدر دلوقتي نطبق اللي فهمناه عن الاسمة لحل المسألة اللي موجودة في جزء فكر في صفحة تلتمية وستاشر اللي بتقول ان القطار بيحتوي على 784 مقعد للركاب فاذا كان القطار بيتكون من 7 عربيات وكل عربية فيها العدد نفسه من المقاعد يبقى كم عدد الركاب اللي ممكن يركبه في كل عربة عايزكم تستخدموا استراتيجيتين مختلفتين على الاقل من اللي درسناه تعالوا كده نشوف هنحلهم ازاي ممكن يكون حد منكم فكر يستخدم الاسمة بالتجزئة فلاقى اني مئات المقسوم اللي هي السبعمية دي من مضاعفات السبعة لان السبعة في مية بتساوي سبعمية يبقى الناتج مية يعني هنحل الاستراتيجية الاولى بالتجزئة هنعملها بالشكل ده هنكتب هنا السبعة وهنا السبعمية اربعة وتمانين وطبعا زي ما فكرنا ان السبعة اللي في المئات دي من مضاعفات السبعة يبقى عبارة عن المية في سبعة يبقى هنكتب هنا المية ونكتب السبعمية تحت السبعمية اربعة وتمانين ونطرح هيتبقلنا 84 وده المقسوم الجديد لما دور على أقرب مضاعف معروف للسبعة من المقسوم هنلاقي أنه هو 70 لأنها عبارة عن 7 في 10 يبقى الناتج هنا 10 ونكتب هنا 70 ونطرح 84 ناقل 70 هيدينينا 14 وطبعا إحنا عارفين أن الـ 14 ديت من مضاعفات السبعة لأنها عبارة عن 2 في 7 يبقى نكتب هنا 2 وهنا 14 ومش هيتبقى حاجة ولما نيجي نجيب الناتج هيبقى عبارة عن 100 زائد 10 زائد 2 ولما جرب يقسمها بالاستراتيجية المعيارية كتب المسألة بنفس الشكل اللي قدامنا هنا 7 وهنا 784 وبدأ يقسم من 7 اللي هي أعلى قيمة مكانية للمقسوم السبعة في المئات وسبعة على السبعة فيها الواحد بس الواحد ده علشان هو في المئات يعني قيمته بمية هنضربه في سبعة هيبقى بسبعة مية ونطرح هيبقى فاضل عندنا 84 وبعد كده العشرات موجود فيها التمانية لما نقسمها على السبعة هيبقى الناتج برضو واحد والواحد ده في العشرات يعني بعشرة العشرة في سبعة بسبعين ولما نطرح سبعين ناقص أربعة 84 ناقص سبعين هيكون أربعة عشر ولما نقسم اللي أربعة عشر بتاعت الأحاد على السبعة هيكون الناتج بتاعنا اتنين ونضرب اللي اتنين في سبعة بأربعة عشر ومش هيتبقى معنا حاجة ويبقى خارج الاسمة بتاعنا اللي هو مية واثناشر كده استخدمنا الاستراتيجيتين والاستراتيجيتين مختلفتين عن بعض ويكون عدد مقاعد كل عربية مية واثناشر ركب زي ما انتوا شايفين احنا نقدر دايما نستخدم الاستراتيجيات الاسمة المختلفة اللي تعلمناها علشان نحل مسائل على أعداد مكونة من أكتر من رقم عاوزكوا تفكروا في الاستراتيجية الأسهل بالنسبة لكم وايه الاستراتيجية اللي عاوزين تتدربوا عليها أكتر وابعتولنا استجاباتكم على صفحة قناة مدرستنا في تعليقات الدرس تعالوا دلوقتي نتدرب أكتر على عملية الاسمة باستخدام الاستراتيجية المعيارية في جزء التدريب اللي موجود في صفحة تلتمية وسبعة عشر هنلاقي السؤال الأول 240 على الستة زي ما احنا متعودين هنكتب المقسوم اللي هو 240 تحت الخط والمقسوم عليه ستة على جمال الخط يعني هنعمل المسألة بالشكل ده هنكتب هنا الستة وهنا الـ 240 هنلاقي ان رقم المقات اللي هو اللي اتنين أصغر من المقسوم عليه اللي هو الستة يبقى في خارج الاسمة هنكتب سفر لاني اللي اتنين أصغر من الستة ونقسم من أول العشرات يعني هناخد من أول 24 24 على الستة هتساوي 4 فهنكتبها في الناتج وبعد كده هنضرب يعني الـ 4 دي في العشرات بـ 40 يبقى لما نضربها بـ 6 40 في 6 بـ 240 لما نطرح هنلاقي اني الناتج بقى صفر بس هنلاحظ حاجة لأول مرة من أول مرة هيكون بقى الاسمة صفر من غير ما نوصل لإسمة الأحاد وفي الحالة دي لازم رقم الأحاد اللي هو صفر نقسمه على الستة اللي هو الصفر في الأحاد ده هنقسمه على الستة الناتج هيكون صفر وناتج الاسمة هيكون 40 اوعى تنسى الصفر اللي في الأحاد بقى أسئلة التدريب تقدر تحلها بنفس نمط المسائل اللي حلناها مع بعض تقدروا تتدربوا عليهم وكل ما تحل أكتر هتلاقي الخوارزمية المعيارية بتبقى سهلة بالنسبة لك وأسرع في الحل وبكده نكون حققنا أهداف درسنا النهاردة وإننا نقدر خارج الاسمة باستخدام القيمة المكانية والأنماط في عمليتي الضرب والاسمة وإزاي بنستخدم الخوارزمية المعيارية لحل مسائل الاسم وعلشان تتأكد من فهمك وتتدرب أكتر تقدر تتنقل لجزء تحقق من فهمك من خلال الكود اللي ظاهر قدامنا دلوقتي وموجود في كتابكم صفحة 288 أشوفكم في الدرس اللي جاي على خير وإلى اللقاء